طيب ده كلام مهم جداً وفي ملعب الرياضة منه وفيما يتعرض له النادي الاهلي زي ما المهندس عادل أشار الناس بتستهدف تقاليد النادي الاهلي لأن هي دي الأعمدة اللي قائم عليها هذا البناء الكبير جزء كبير من هذا المكون الاهلاوي رموز النادي الاهلي ورموزه عبر كل العصور رمزه في مجلس إدارته الحالي الكابتل محمود الخطيب يتعرض الكابتل محمود الخطيب زي ما انتم تابعين لحملة شعواء غريبة جداً كان ممكن نفهم ده لو الرجل بيرد هنقول لنا ده سجال ومعركة وكلام رايح وكلام جاي بس الحياة الغريبة جداً جداً واللافت للنظر لأي حد أنه كابتل الخطيب عنده ترفع شديد جداً ولم يرد على الإطلاق لا بكلمة ولا بحرف ولا أشار لأي حاجة مما يتعرض ليه ومع هذا هذه التجاوزات مستمرة وبتتزايد وبتتمادة وبتتجاوز كتير الغريب والخطير أن يعمل ليه لا تجد أحداً يردعها على الإطلاق لا يردعها ولا يمنعها وهنا زي ما المهندس عادلي قال إذن لا يبقى للأهل إلا جمهوره خطورة وانت بتضرب المثل أو انت بتضرب القيمة أو بتضرب الرمز الخطورة فين مش في هذا الشخص لأنك ممكن تختلف مع هذا الشخص أو تختلف عليه لكن يا جماعة أخطر ما في ضرب القيمة أو ضرب الرمز وده اللي مجتمع محترم نابه وناضج زي فرنسا هبت ليه دفاعاً عن زين الدين زيدان هما بالمناسبة ما بدفعوش عنه عشان زين الدين زيدان جاب كس عالم لا لأن زين الدين زيدان رقم واحد نجم أحبه كتير من الشعب الفرنسي فأنت بتصدم مشاعر الناس فهما بيدفعوا عن مشاعر ومعنويات مجتمع أنت لما بتضرب رمز في مجتمع بتضرب معنويات الناس وبتضرب مشاعرهم وبتضرب فرحتهم بنجمهم هي دي الخطورة أولاً رقم اتنين في مسألة القدوة أنت بتضرب المستقبل بتاع هذا الوطن بتاع هذه الرياضة بتاع هذا النادي لأننا لو سألت كل طفل دلوقتي تحب تبقى زي مين يقول لك زي محمد صلاح يعني محمد صلاح رمز لهذا الجيل لما بتضرب محمد صلاح أنت بتضرب القيمة في المستقبل خلاص محدش هيقتدي لما تلاقي ناس كتيرة من لعبته الكورة تقتدي بنجم زي الكابت المحمود الخطيب لما بتضرب هولهم أنت بتضرب القيمة نفسها فما خلاص مفيش رهانات على المستقبل هي دي الخطورة أولاً أنت بتضرب الماضي في صورة هذا العطاء اللي استمر لسنوات طويلة بترمع ليش والتراب على فكرة هيرتدوا الوشك وعدكم فاكر أنه نجم حفر قيمته في وجدان الملايين هيساء ليه أو ده هيعلم عليها أو ده هيأثر فيه أي حفن التراب أنت بترميها أو بتستهدفه بها هي هترتد على وشك أنت الناس هتزداد يساء ليك أنت النجوم والأساطير لا تمس بس أنت بتضرب في المستقبل لأنه بتشوه قيمة الجمهور بيقتدي بيها وسلوك الناس بتحترمه عشان تشيع بقى السلوكيات الشازة والغريبة عشان كده لا تستغرب أبداً في ملعبنا دلوقتي كتير من السلوكيات الشازة الغريبة والعجيبة لأن ما لقيتش سلوك تقتدي بيه هي دي خطورة ضرب الأسطورة وعايز أقول حاجة برضو كل واحد عايز أيه ده يا الكابتن الخطيب يقول له ومن الأسطورة محمد صلاح ولا الخطيب ولا بوتريكل عشان يقول لك محمد صلاح أي ومحمد صلاح أسطورة وحسن شحاطا أسطورة وعلى بجريشة أسطورة ومحمود الخطيب أسطورة هي دي الأساطير هو أنت تقدر تقول نجيب محفوظ خاد نوبل في الأدب خلاص بقى هو أسطورة الأدب إحصان عبد قدوس ده مش أسطورة كل الأساطير الأدبية دي مش أساطير المسائل تحتمل الكثير مش شخص واحد مفيش بطل العالم في الأسطورة مفيش المصنف الأول في الأسطورة دي قيمة الأسطورة بحجبة تأثير أستاذ إبراهيم يعني هو كلمة يعني أنا عايزة أتجاوز برضو أن الهجوم على الفرد مقصود بإيه هو كابتل الخطيب يتهاجم ليه عشان رئيس النادي الآهلي كويس عشان ضرب النادي الآهلي عارفين أنه هو لو ضربت الخطيب ضربت العمل وتقاليد العمل اللي يؤمن بها النادي الآهلي وجماهيره الحفاظ على هذا حفاظنا على الكابتن الخطيب وستطيع أن يحافظ على نفسه لأنه وسلوكياته بتزكيه لكن إحنا بنقول الخطورة أن يستجيب البعض في ظل طول عمره أنا بنغالب لسه بقولك الصح على الغلط والمبدأ على النتيجة فهنا تفوز بالحسنيين في الآخر بتكسب دي بتكسب دي لو جيت في لحظة قلت أنا هميني النتيجة إيه اللي هيحصل الطفل اللي طالع ده حيتقسب مين بعد ما كان بالزبط بالأول شوف الأدب وشوف الاحترام ويجري يتصور معه لا لو فهمت الطفل ده اللي تكسبه بالعالة بالعب والغاية تبرر الوسيلة وإن لا القوي هو الشتام اللعان اللي بيتبلع عن الناس اللي بيهجمهم ويسجلهم 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 هاتك الأعراض ده على الملأ هو ده البطل طب وانا ايه اللي خلينا نروح للطيب ده اللي احنا بنقوله ده أصل ده تجوازه الزمن احنا يا جماعة لازم نتمسك ان جزء من فخرنا انك بتكسب وانت مترفع انك بتفوزه وابتعله وانت بتحافظ على القيم التقاليد وتحافظ على وطنك وبتحافظ على تقاليد هذا الوطن وبتقدم النموذج اللي تقول لولدك اعمله الصح لان هو ده الصح يوم يطلع انسان سوي مين في اي بيت عايز ابنه يطلع عشان تاملع عن عنيف متجاوز ولا يطلع قوي بيلجأ لإيه تلجأ لإيه شرعية عشان تاخد حقك خطورة عدم تنفيذ الاحكام انك خليت جزء من الناس اهتزت ثقتهم منك لو لجأت لشرعية مش هتاخد حقك هي دي ما احنا مش عايزين فلان الفلاني احنا عايزين ما تعبر عنه الحالة مش عايزين اسماء مش عايزين لحظة احنا عايزين اسلوب وثقافة تدافع عن القيم وان يا جماعة الطريق الوحيد لاخذ الحقوق هو اللجوء الى الشرعية هتاخد حقك لو انتصرنا للقيمة دي المجتمع عن صالح حاله غير كده احنا بنصدر بنعمل سويتش او بنعمل بنقلب الحقائق او بنقلب الصح الصح يبقى غلط والغلط يبقى صح وهنا مكمن الخطورة ولكن في الاخر انا كل مش هنقدر نصلح الكل بالكلمتين دول يعني انما هو بننبه عشان نقول جمهورنا الاهل ملوش غير جمهوره والله يصدقوني صدقوني وانا شاهد عيان الناس بتشتغل يمكن كل يوم لحد الفجر عشان تعمل اللي انتوا عايزين بس مش درورة يطلعوا كل يوم يتكلموا يطمنوكوا يا جماعة القلقين انا مقدر القلق لكن في عمل في عمل في حاجات هتتحقق في حاجات هتتحقق بإذن الله بس المهم لما تتحقق هنكسر هزا ما كسرنا يا أستاذ إبراهيم كسرنا في أظهاره والنهاردة بنقول يا ريتنا احتفظنا به كسرنا في ديانج وبنقول يا ريتنا احتفظنا به باجي أصدق باجي أسف في باجي ونقول احتفظنا به بنكسر في لعبتنا دلوقتي بحسن نية وهم بشيء من الدعم وممكن يفوقوا لان هو لو رجعلك شريف بتاع سنتين عايز كده ولا لا الشحات عايز كده ولا لا أفشى عايز كده ولا بس كمان اللعبة دي لانتو بها هي كمان عايزة كده وقال لي خلاص بقى صحية ده كلام مهم جدا دي ما كانتش حصة قراءة يا جماعة دي كانت رسالة صريحة وواضحة لجمهور النادي الآلي وقابل منه جرس انذار لمن يهمه الأمر لانه تكسير القيم والرموز في المجتمع الرياضي شيء في منتهى الخطورة فرنسا هبت لنجمها بقي على مصر أن تحافظ على رموزها مش فقط على محمود الخطير لا طبعا على كل رموز المجتمع الرياضي لأنه اللي بيتعرض له كابتن حسن شحاته أحيانا وغيره 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 ده أمر في منتهى الخطورة على المستقبل مش على الماضي نطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر